اشتركوا في القناة احداثهم والقصائد التي بقيت تدندن في اذن الدهر ولم تزل اصداؤها الى يومنا هذا تتردد بين المثقفين والادباء ومحبي الشعر اليوم اعزائي المشاهدين ربما نعود الى ما قبل العصور الاسلامية لنتوقف عند قصيدة لها خلود في الذاكرة ولها قصة اليمة حزينة اليوم اعزائي المشاهدين سوف نتكلم عن شاعر من شعراء الجاهلية كان قد عشق وطمح ولكن طموحه كان اكبر من مقدوره مما ادى به الى ان يقتلى وتنتهي قصته دون الوصول الى هذا الحب ولذلك اعزائي المشاهدين دائما ما يجب على الانسان كما يقولون ان يقيس قبل ان يغوص ان يعرف ما هي امكاناته وما هي قدراته وما هي مقوماته للوصول الى طموحه واما كما قال ابو فراس الحمداني علي طلاب العز من مستقره ولا ذنب لي انعارضتني المقادر بالنهاية الوصول الى هذه الطموحات او الى هذه الاهداف ليس مسؤولية الساعي لتحقيقها وانما مسؤوليته السعي وحده اما الوصول فهي اقدار يكتبها الله قد يكتبها لك وقد يمنعك عنها وهكذا طبعا في الجاهلية وفي الاسلام دائما ما يكون هذه القاعدة في اذهاننا فالاقدار والارزاق موزعة ومحسومة ومحشوبة وكما قال عليه الصلاة والسلام ان الناس اذا اجتمعوا على ان يضغوك بشيء لم يكتبه الله عليك او لم يكتبه الله عليك فانهم لن يضغوك بشيء واذا اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك فلن ينفعوك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام أعزائي المشاهدين سوف نكمل الحديث عن شاعرنا وقصته الحزينة بعد هذا الفاصل فانتظرونا أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة من برنامجكم قبس من أدب تذكروا دائما أعزائي المشاهدين أننا الآن سوف نتكلم عن عصر الجاهلية يعني البوصلة الأخلاقية والإسلامية يجب أن نتجرد منها قليلا ونتحدث عن مجتمع ما ربما كانت له قيمه التي تختلف اختلافا بسيطا أو كبيرا عن الأخلاقيات والبوصلة الأخلاقية الإسلامية حديثنا أعزائي المشاهدين عن شاعر هو المنخل اليشكري وهو المنخل ابن مسعود من بني يشكر وهو شاعر من الشعراء المعروفين وله قصيدة جميلة جدا عنونت أحيانا في العصور الحديثة باسم فتاة الخدر وهي قصيدة مشهورة وذائعة الصيد وتدور حولها العديد من القصص فمنهم من يقول إن هذه القصيدة كتبها المنخل اليشكري يتغزل فيها بزوجة النعمان ابن المنذر ملك الحيرة وعندما سمع هذه القصيدة أمر بسجنه ثم قتله ثم حرقه ونثر رماده في الأرجاء وقيل أيضا إنه كتبها في هند بنت الملك عمر بن هند صاحب عمر بن كلثوم الذي قال عنه في معلقته أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نريد الغايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا إلى آخر هذه الأبيات إذن القصص المتواترة أو الواردة حول هذه القصيدة وإن اختلف الأسماء التي كتبت فيهم القصيدة إلا أنها واضحة أنه كان قد حاول أن يتعدى على عرض أحد الملوك والحب الذي كان يكنه لابنة عمر بن هند أو لزوجة النعمان بن المنذر جعله يكتب هذه القصيدة الجميلة وفيها ذكر لمكانين شهيرين وهما الخورنق والسدير والخورنق والسدير هما قصران كبيران غريباء البناء والتصميم وهما موجودان من الجاهلية وتدور الأساطير حول أن هذان القصران إنما بنتهما الجن كان على أيام سليمان عليه السلام بنيت هذه القصور التي لم يستطع الإنسان أن يبني مثلهما وأما شاعرنا يذكر هذين القصرين في قصيدته الجميلة هذه التي سوف نحاول قراءتها كاملة فلتنتبه أعزاء المشاهدين إلى هذه القصيدة ولتحاول تخيل الملك عندما ظفر به وقتله وحرقه ونشر رفاته في الريح يقول المنخل اليشكري في هذه القصيدة إن كنت عاذلتي فسيري نحو العراق ولا تحوري لا تسألي عن جل مالي وانظري حسبي وخيري وفوارس كأوار حر النار أحلاس الذكوري شدوا دواب ربيضهم في كل محكمة القتيري واستلأموا وتلببوا إن التلبب للمغيري وعلى الجياد المضمرات فوارس مثل الصقوري يخرجنا من حلل الغباري يجفن بالنعم الكثيري وإذا الرياح تناوحت بجوانب البيت الكثيري الفيتني هش الندى بشريج قدحي أو شجيري أقررت عيني من أولئك والفوائح بالعبيري يرفلن في المسك الذكي وصائك كدم نحيري يعكفن مثل أساود التنومي لم تُعكف لزوري ولقد دخلت على الفتاة الخدرة في اليوم المطيري الكاعب الحسناء ترفل في الدمقسي وفي الحريري فدفعتها فتدافعت مشي القطات إلى الغديري ولثمتها فتنفست كتنفس الضبي البهيري هذه القصيدة عزائي المشاهدين وفيها ذلك المقطع الذي يتكلم فيه عن مغامرته ولقد دخلت على الفتاة الخدرة في اليوم المطيري إلى أن قال يا هند من لمتيم يا هند للعاني الأسيري يروى أن هندا هذه هي هند بنت عمر بن هند الملك ويروى أيضا أنها زوجة النعمان بن المنذر وكنا قد تكلمنا عن كيف كانت ردة فعل من سمع القصيدة بعد اشتهارها حيث إن الشاعر تم إعدامه وحرقه ونثر رفاته في مختلف الأقطار عبر الرياح لتعرضه أو لتعريضه في إحدى بنات الملوك أو زوجاتهم وعند هذه النقطة أعزائي المشاهدين نختم هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة جديدة قادمة فالسلام ختام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر